بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شوالله بنبلش احنا ببارت تري بس زي ما حكيت بالبداية بدي في زميدتكم طلبات انه بس نركز عموضوع المود شوي لانه احنا مش متعودين عليها احنا بنعرف بالرياضيات باقي القسمة بس كعملية حسابية ما كنا نتعامل معه احنا بالمدرسة تمام فالمود لما تكون طبعا احنا حكينا اول شغلة بالنسبة للمود بالالغورثم لو تكتب الالغورثم تكتبها زي هيك م او دي لو تكتبها بالسي بلاس بلاس تستخدم فيها هذا الرمز اللي هو البرسنتج تمام خلا لو انت بالسي بلاس بلاس تكتب برنامج معين وجيت حكيت انه مثلا عرفت انتجر ا بعدين جيت حكيت له اي بتساوي تلاتة مد خمسة اوكي هاي بقبلها ما في اي مشاكل ليه لانه التلاتة والخمسة are both integers بما انهم الاثنين انتجر يبقى احنا اتفقنا انه المود من العمليات اللي بتاخد اوبرانز من نوع انتجر فقط تمام ما بتقبل لفلوت اوكي شباب هاي اول نقطة النقطة التانية لما تكون انت عامل مثلا زي هيك فلوت معرف فلوت مثلا اكس وواي واجيت قلت له اي بتساوي اكس مد وي شو بتتوقع يعملي هون شو بتتوقع يعطيني الاحس و الواي فلوت وحطيتهم مع المود ايش هيعطيك ارد يس هون على فكرة حيضرب هيعطيني syntax error ما هيقبل انه يجري العملية اصلا ما هيقبل اصلا يعمل run تمام يعني هو برفض تماما انك تستخدم variables نوعهم float وتحطهم مع المود اوكي طيب خلنا نحكي عن المود كيف انا بحسبه هلأ المود هو باقي القسمة الصحيحة هيك اسمه هو باقي القسم الصحيحة يعني لما تجيب عدد مثلا على سبيل المثال خمسة مود ثلاثة يعني هاد معنا باقي القسمة الصحيحة باقي قسمة خمسة على ثلاثة فانت متقول لما اقسم انا خمسة على ثلاثة قده بتطلع قده نتيجة اوكي حيطلع اثنين المود يس خمسة تقسيم ثلاثة هي واحد والباقي اثنين يعني انا عندي بخمسة ثلاثة واحدة وبيضل عندي اثنين اوكي هدول الباقي اللي ما بقدر أستمهم على ثلاثة فبيكون الناتج بهاي الحالة اثنين تمام لما اقول مثلا تسعة مود لتساية اثنين قده بتعطيني باقي قسمة التسعة على اثنين اثنين باقي قسمة تسعة اثنين واحد اقرب عدد ثمانية صح ثمانية تقسيم اثنين تزبط فبيضل عندي متسعة كم بضل عندي واحد هلا في قاعدة دائما الاعداد الفردية لما مود تنين دائما بتعطيني واحد الاعداد الفردية لما تقسمها على اثنين باقي القسمة تبعتها بتكون دائما واحد اي عدد فردي لو قسمة تلتش على اثنين انت عندك أصغر منها اثناش الاثناش تقسم على اثنين بضل لي واحد تمام فدائما الأعداد الفردية باقي قسمتها على العدد 2 بعطيني 1 دائما طب لما أقول 10 مد 2 إيش بعطيني صفر صفر لأنه العشرة تقبل قسمة على 2 صح؟ أي عدد بقبل قسمة على العدد الثاني باقي قسمة 0 مدام يقبل قسمة عنها ما في باقي مش هيك معناها؟ لما يكون يقبل قسمة أو نسميه divisible يعني إنه نفسه divisible إنه يقبل قسمة على 2 معناها 0 فأي عدد زوجي وهي حلوة هاي لأنه هاي حنستخدمها لما نبلش نبرمج تمام؟ لما بدي أميز عدد معين هل هو فردي أو زوجي باختبره بالمد إذا العدد الزوجي مد 2 بالذات مد 2 لازم يعطوني 0 لأنه إحنا بنعرف كل الأعداد الزوجية تقبل قسمة على 2 من غير باقي تمام؟ واضحة هاي طب لما أقول 15 مد 3 صفر صفر لأ يس الخمسطاش تقبل قسمة على 3 من غير باقي 5 بتعطيني صح؟ معناها ما ضل عندي إشي في باقي القسمة فبيضل عندي صفر طب لما أقول 3 مد 5 يعني الصغير مد الكبير إيش بيعطي؟ الصغير نفسي لك تارى أيها دائما لما أحكي عدد صغير مد عدد أكبر منه أكيد ما بيقبل القسمة عليه صح؟ ما بيجي يعني بدأ أقسم 3 3 تفاحات على 5 أطفال نوي بتخانهم فأقسمهم بالسكينة تمام؟ هاي باقي القسمة الصحيحة لازم كل واحد ياخد حبة كاملة ما بزبط فبرح بضبهم بخلي لي إياهم التلاتة تمام؟ بخليهم عندي بقول ما بتعطيهم لحدا فباقي قسمة عدد صغير على عدد أكبر منه يسبح لذلك يعطيني نفس العدد الصغير لأنه لا يقبل قسمة علىه تمام؟ واضح؟ شهرات كيف الوضع؟ في إش تاني الساعة في إش مش واضح؟ تمام دكتورة أكيد باقي الطلاب باقي الشباب والصبايا أمورنا تمام بالنسبة للمود المود بهمني كتير يعني من الأسئلة الممكن تجيك كما قلت لك أنه اقرأ رقم وعرف لي هذا الرقم فردي ولا زوجي طب أنا كيف بدي أعرف؟ بدي أعمل اختبار معين أوكي؟ الاختبار اللي بيبين لي إذا هذا الرقم فردي أو زوجي باقي قسمته على 2 بس إذا بقبل قسمة على 2 بدون باقي يعني بعطيني مود 2 صفر يبقى هو عدد زوجي otherwise إذا بعطيني واحد يبقى هو عدد ثردي تمام؟ ممكن تقوم لأسئلة مثلا اقرأ رقم واعرف لي إذا هو يقبل قسمة على 3 أو لا شو يعني يقبل قسمة على 3؟ معناها؟ إنه هذا الرقم مود 3 بساوي 0 مود 3 بساوي 0 تمام أوكي؟ فهذه من الأشياء اللي إحنا إن شاء الله حان نتعامل مع هلا أبدا بإذن الله واضح المود إن شاء الله ننتقل إذن إلى part 3 هلأ بpart 3 إحنا بدنا نبلش هلأ نحكي عن الجمل اللي بدي أستخدمها في البرنامج لتحكم في سير البرنامج أوكي؟ فعندي أدة طرق تمام؟ نحكي عنهم أوكي؟ في عندي ثلاث طرق إحنا هنحكي عنهم للتحكم بسير البرنامج وحكيت عنهم أنا في الشابتر الأول أول طريقة بالبرمجة اللي هو قلنا عنها اللي هي السيكونسين صح؟ قلنا بالسيكونسينج هنا بالسيكونسينج أنا بكتب مجموعة أوامر statement 1 statement 2 statement 3 بالسيكونسينج معناها إنه لازم البرنامج يمشي على أمر أمر وينفذه ما بيصير ريجع على إسوار من غير تنفيذ لازم أنفذ هذا خلصت أروح اللي بعده خلصت أروح اللي بعده تمام؟ السيكونسينج برتب لي أو بيكون أنا بيكون كاتبة statements اللي هم الأوامر أو الجمل على شكل block of statements block of statements يعني مجموعة من statements تمام؟ بكون حطهم هيك وراء بعض يتم تنفيذهم واحد وراء الثاني ويجلب تنفيذ كل واحد فيهم تمام؟ هما بنط على واحد خلص إنه لازم يتنفذوا بنفس الترتيب من هون إجا اسم sequencing بعدين بيجي عندنا selection هذا حناخت إن شاء الله في part 4 لما نحكي عن إنه بالselection برضو حكينا عنه لما يكون عندي أنا خيارين يا إما أمشي عفوا يا إما أمشي بهذا الطريق يا إما أمشي بالطريق الثاني وهذا حنستخدم له الف حنستخدم له ال switch النوع الثالث من control structures أو الجمل اللي تتحكم في سير البرنامج اللي هي repetition تمام؟ والrepetition انتفقنا إنه بالrepetition بيكون عندي مجموعة جمل بدي أكررها بدي ينفذها بعد أن يرجع أكررها تاني خلصها يرجع نفذها تاني and so on حسب حاجتي طبعا حسب البرنامج أنا شو حسب requirement سبعة البرنامج ففي عندي عدة أوامر هناخدها بالrepetition اللي هم for while will do while هدولة إن شاء الله سيكونوا بpart 5 تمام؟ هذا بشكل عام هذي المادة اللي ضايل لنا البس هيك ومش بس هيك يفيها حشوة كثير روة بس هم هدولة أساس المادة اللي ضايلة علينا إن شاء الله طيب نبدأ زي ما اتفقنا sequencing يعني أنا عندي مجموعة من الجمل بدي أرتبهم مورة بعض وأعمل منهم block of statement أو ما نسميها compound statement يعني جمل مركبة مع بعض تمام؟ علشان هيك إحنا لما نكتب برنامجنا مش دائما بقولكم أنا البرنامج بكون عندي هون void main بعدين بقول لكم حطولي أقواص هاي الأقواص هي التي تحوي اللي هي block of statement الآن لقدام لما ناخد جمل يعني خلنحكي ناخد برامج أعقد على لسه منروح أساسيات اثنين نشوف إن أنا عندي مثلا بنفس void هذا void main تمام؟ ممكن يكون عندي في البرنامج الكبير هذا block جوا فهذا يعتبر block تمام؟ ممكن هنا يكون عندي block تاني هذا يعتبر block الفكرة في block of statement ما يكون عندك مجموعة من الأوامر موجودة وربعض لازم تنفسها ممكن هذا block مثلا هذا لن ينفذ إلا بشرط معين لكن لو تحقق الشرط بدي أنفذ 1, 2, 3, 4 لازم أمشي فيهم كلياتهم فإذا أنا ممكن يكون عندي sequence of statements موجود في جملة F اللي هي selection ممكن يكون عندي sequence of statements موجود في جملة دوران في جملة repetition حيتكرر أكتر من مرة بس بكل مرة بتكرر هذا sequence لازم ينفذ 1, 2, 3 4 ينفذ الجملة هاي كل واضح فكرة sequencing شباب شو يعني تمام تمام حلا في عندي أنا فعليا ثلاث أوامر رئيسية هي التي تستخدم أكتر شي في sequencing لأن F ما نعتبر هم sequence ولا for while or do فالجملة الأساسية التي نستخدمها بالsequencing هم ثلاثة هم فعليا خلنا نحكي عنهم على السريع من هون أصلي الجمل الثلاثة نستخدمهم بالsequencing هم ال-input وال-output أوكي ال-output وال-assignment statement تمام هدولة الثلاث أنواع من الجمل اللي أنا بقدر أستخدمهم في sequence هلأ ال-output احنا بلشنا أخدنا شوي عنه صح أخدنا عنه في العملي algorithm بسيط عملنا seed وكود بسيط صح وقلت لكم أنه أنا جملة ال-input بقدر أخط بدالها أي أمر يشير إلى ال-input طالما ال-algorithm أنا بكتبوا بأيدي ما في وراي compiler هي عملي ترجمة تمام بس في مبرمج تاني لازم يفهم عندي علي فأنا بكتب أوامر إليها علاقة أو بتشفه ال-input زي input أو مثلا read لو قلت read x كأني بقول له اقرأ x من user input x معناها برضو أدخل x من user فهدول التنتين هدول الجملتين بالالغوريثم بستخدمهم لإدخال إيش لإدخال قيمة معينة في variable تمام فبالالغوريثم مثلا بكون أنا عندي variable على سبيل مثال x طبعا بالالغوريثم لا يشترط لا يشترط بالالغوريثم تعريف ال-variable يعني أجي أقول له x is integer مش مهم بالالغوريثم أجين أنا بكتب بإيدي لكن بال-C++ لازم إيش باري أعرف ال-variable فلو أنا جئت لك مثلا سؤال algorithm قلت لك حول لي إلى C++ أول شغلة تعملها بدك تمسك ال-variables تعرفها في البداية تعملها declaration شو يعني declaration شباب نذكرينه أخذنا في ال-part اللي فات شو يعني declaration لل-variable من أطال و لنصح بال-RAM بدأ أحجزه بال-RAM يس كيف أحجزه بال-RAM بال-C++ شو الجملة شو بعطي شو بحضت له بعطي اسم وش بحضت وDataType يعني أنا ما يكون عندي variable X أول شي لازم أعمله بال-C++ قبل ما أستخدمه أوكي بين الأقواس هنا لازم أقول له integer X مثلا أو float X أو character أو boolean شو مكان مجرد ما أنا أعطيته DataType وعطيته اسم فهو حيروح بال-RAM يحجز لي موقع لإله تمام هلا بال-algorithm قلنا مش مجبرة أنا إني أعمل هذا الحكي لأنه again ال-algorithm ما في حجز بال-RAM algorithm أنا بكتبه ب-Easy فما حاجة بالامتحام إذا أحاسبك إنك ما قلت لي إنه X is integer تمام لكن لو جبتلك algorithm يستخدم X زي هيك مثلا فيها جملة input X بال-algorithm وقلتلك تحول لي هذا ال-algorithm إلى C++ رح تحول جملة ال-input بس من غير ما أتعرف X بنقصك عليها هاي أوكي طالما أنا استخدمت ال-variable I have to declare it لازم أعمله declaration في البداية قبل ما أستخدم هذا ال-variable تمام واضح شباب فإذن أنا إذا بدي أقرأ من ال-user قيمة واحدة تمام بجب أقول بكتب هنا input X يعني أنا X هذا هو ال-variable الذي سيحتوي هاي القيمة تمام فأنا مش بأخد قيمة من ال-user لازم يكون فيه مكان أنا حجزة بال-memory عشان أخزن فيه ال-value اللي بتعطيني إياها كيف بعبر عن ال-input بال-C++ نستخدم أمر اللي هو Cn وبحط له عكس output شفتوا Cout لكم استخدمناها بالعملي كنا نحط أصغر أصغر صح بال-Cn بحط أكبر أكبر برضو هنا خيروا إنه هذا ذي كأنه سهم تمام Cnx خيروها سهم هاي كأنها سهم رايحة لل-ex وجاي من C سي لهي لنا console console input تمام Cn زي ما كانت Cout اختصارها console output هاي اختصارها console input تمام والسهم رايحة على اليمين هيك اللي هو أكبر أكبر رايح باتجاه ال-ex معنى أنه ال-user بده يدخلي قيمة على console وأنا أو البرنامج بده يخزن لي هاي القيمة في ال-ex وهيك عشان عشان ما تخبطوا بالرموز لما تكتب Cn أو Cout تمام فإذا انت اجين اجت في الامتحان حولتلي input x إلى cnx من غير ما تعرف لي إياها تنقص على عدم التعريف لازم يكون في declaration في c processor تمام شباب هذا لو أنا بدي أقرأ بس قيمة واحدة طب لنفرض بدي أقرأ قيمتين هلأ ممكن أنا بدي أقرأ قيمتين بدي رحط جملتين أقول input x بعدين أقول input y عادي بيصير تمام وهنا برجع بقول مثلا let's say float y وبعجي هون بقول له c n y ما في مشكلة تمام طيب إيش كمان افرد بدي أقرأهم بجملة واحدة ما في إيش بمنعني إني أقرأهم بجملة واحدة بسهل على حالي وبسهل على compiler إنه يترجم أكتر من جملة قادر أقول له هنا input مثلا a فاصلة p فاصلة c أيوة بفصل بينهم طبعا غير هون ما في فاصلة مش شرط بس بفصل بينهم هنا لكن كيف بكتبهم بالc n شوفوا معي أخذون جديد بالc أخذ أكبر من أكبر من أيوة بظلني هاي أكبر نعم بظلني أخذ أكبر أكبر في كل مرة زي كيف لما كنا بالc out نفصل بأصغر أصغر نفس الشي ما بخذ فواصل هون باجي بقول له مثلا بكونوا معرفاهم طبعا قريدي لتسي انتجر a و b و c نفرض ثلاثة انتجر باجي بقول له c n a b c بين كل واحد والتاني بحط الأكبر أكبر لو كتبت هيك دكتورة أيوة سلام علي ضرف تسمحي لي أطلع مين أنت اسم عمر جات طبعا عمر توكر على الله بس لعله خير إن شاء الله إن شاء الله مش إيش سيء لا لا خاص توكر على الله الله معك إن شاء الله بحدر recording الجمعة ولا يهمك ولا يهمك الله يسهل مرزحت أي إشي يحكي لي تمام أعودك الله معك مع السلام طيب سو هون حكينا c n لو كتبتها بهذه الطريقة ما هيضرب عليها فكرة السنتاكس ما هيعطيك عليها سنتاكس إررر لكن لما تبدأ تعمل رن هياخد أول قيمة يخزنها في ال a هدول هيجاهلهم ما هيخزن فيهم سوال أول يوزر دخل تنتين حتى سوال يوزر دخل تلت قيم هياخد أول قيمة يخزنها في ال a والتنتين التانيات ما هيشوفهم أصلا فهذا هيعطيني run time error مش run time سوري logical error أنا ما هيقرأ فيهم ما هيضرب برضو بل run بس هيكون logical a لأن ال b و c هيضل فيهم ايش الربش data ما هيتخزن فيهم ال input العطانية ال user واضح شباب فهاي الطريقة بدنا ندير بالنا عليها هي كتير مهمة تمام إنه أدير بالي إنه لازم أفصل بين ال inputs مش بفواصل هو أنا بفواصل ما بفرق لأني again I'm writing an algorithm تمام بكتب إشي بلغتي بإيدي بس لكن طالما أنا بكتب c++ يفصل ال variables بهذا الشكل أوكي هاي بالنسبة ل ال input واضح كيف نكتب ال input أنا على فكرة مش هطول عليهم لأنه أنا بتخيل إنه كتير حكينا في هاي الأمور الأسعامي ال statement هي اللي بتحتاج شوية التركيز هاي بالنسبة لل input آه في شغلة مهمة كتير بال input ال input دائما بيجي وراء variable فقط فقط variable ما في معنى إنه أجي أقول له مثلا cn 3 هاي ما إلها معنى شو يعني cn 3 again شو معنى input بيجي أخذ value لليوزر وأخذنه في موقع بيجي أخذنه في مكان بالmemory شو الإش الوحيد اللي بيأشر لي على مكان في الميموري هم يعني ال variables هم ال identifiers يعني variables أو لأ حتى constant ما بنقدر نستخدمهم بالcn صح؟ constant ما بقدر أغيره فالإش الوحيد اللي بيشير إلى موقع في الميموري هو ال variables فأنا ما بستخدم بالcn غير variables مش مسموح أحط أرقام مش مسموح أحط مسيجات زي ما كنا نحط بالcout وهلا حمر على السريعة بالcout كمان تمام شباب فضل في إشي تاني بيشير للمكان اللي هو ال pointer ال pointer هذا يس هذا أخدوه بإذن الله بأساسيات اتنين أوكي إحنا ما حنحكي عن ال pointer هلا pointer يعني موضوع متقدم تاخدوه إن شاء الله بأساسيات أوكي بس ما يحدث حاليا أنا هون أتحكي cn 3 شو يعني cn 3 طب هاي الثلاثة واند أحطها أوكي هذا ليس cout إذا cout ترح بتطاني إياها على الشاشة بس هون شو معنى شو يعني أنا بدأ أخذ ثلاثة أوكي واند أخبيها يعني شو محدد له تسم variable الخزن اللي فيه تمام فما بتصبط cn بهذا الشكل لازم cn يكون معها variables بس أوكي ولما أنا أكتب cn مثلا إن أكتب هنا خلينا نشوفها بهذا المفاصل سريع هون أكتب إكتب أكتب حرف x دامل حسي بعدين نعملها cout عشان البرنامج يكون إلو معنا يعني إحنا cout شفنا إنه cout ممكن تاخد أكتر من output زي ما cn تاخد أكتر من output أكتر من input بس cn اتفقنا إنها كلها variables cout باجي بحكي لهو مثلا x equals عشان يطبع ليها زي ما هي هاي string يطبع ليها على الشاشة زي ما هي عدين بقول له أصغر أصغر يطبع لي قيمة x تمام فلما نعملها هلا خلينا أخط لهونا endline كمان عشان هاي ctrl f5 ايجين ايج طالب لاحظ شو أعطاني أعطاني إشي اكي إنه أنت تحطي input أيوة شايف هادة blinking هادة الكرسل البضوي هاي طالب أنا في عندي cn حيضا لوائف هيك قاعد استنى بده قاعد هون هو عرف الأكس حشزلها مكان اجعل جملة اللي وراها sequencing وهو هادة ناشي خطوة خطوة اجعل جملة اللي وراها بقول له cnx يعني يلا استنى هيك استنى لليوزر دخلها قيمة وخزنها انت في الأكس فرحتها تدخلو أنا خمسة وعملت له enter تمام enter عشان اقول له خلاص خدها طبعا أنه الانتجر ممكن يكون رقم زي هيك مش هادة انتجر كمان صح؟ فهو بستنى مني عبما أخلص كتابة الرقم لأنه الرقم مش رط يكون فيه بس درجة واحدة ممكن يكون فيه أكتر من أنزلة فدخلت له هادة الرقم وقلت له enter راح تقال لي x بتساوي نفس الرقم راح جاب لي اياها مرة تانية من الميموري تمام؟ فهي فكرة cn الآن الشغلة مهمة كتير انت لاحظ هنا لما عملت أنا run وظل اليوزر يستنى مش فاهم شو القصصة أنا يوزر ما بعرف والله هو مكتوب هون طب شو بدك مني؟ تمام؟ فشغلة حلوة ويفضل أنك دائما تعملها في برامجك لما بدك input من اليوزر ابعت له message احكي له دخلي مثلا integer دخلي حرف دخلي علامة طالب دخلي اسمك تمام؟ اطلب منه شو ال input اللي بدك هي فهونا نكمل احنا هي خمسة من أورد عارفينها فشو بعمل هون؟ قبل جملة cn مش بعد قبل ما اطلب مني الوزر دخلي اشي باجي بعطيه جملة cout message بس بعطيه message بقول له please مثلا enter an integer please دخلي please دخلي ايش هذا هو رقم صحيح تمام؟ فشوفوا هذا ما اعمل ctrl f5 بيطلع معي بس هذا الشكل لاحظ ما اعطاني هيك شاشة سودا وفاضية ما فيها اشي وانا عاد احذر شو لازم ادخل قال لي please enter an integer فانا احفهم انه بده مني عدد صحيح واحد فقط تمام؟ فبكتب العدد البدية enter وبيعطيني النتيجة تمام؟ واضح؟ طب لما بتأكتب اكثر لما بدأدخل اكثر من عدد بتأجي اقول له هون integer x y z كلهم integers تمام؟ وبدأقول له هون please enter three integers تخلي ثلاث ارقام صحيحة واجيت هون قلت له x y z كتبت على طريقة غلط احنا اتفقنا انه انا بالc++ بفصل بين ال inputs بالاكبر اكبر مش بالفواصل لنشوف هانا شو هيعطيني وبدأ اجي هون اطبعهم اللي هما x y z طبعا هون عملت انا copy paste عشان السرعة تمام؟ يعني المفروض يقرأ لي x y z ويطبع لي اياهم هذا المفروض طب نشوف هلا بهاي الجملة شو هيصير هلا المفروض حسب ما انا اذكر ما بيعطيني هون syntax error تمام؟ هو ما ضربش عليها اذا بتلاحظوا ما اعطاني خط احمر اوكي خلينا نشوف نعمل control F5 هاي عمران ما في مشاكل طالما عمران يبقى ما تعرف على syntax error اجي اعطاني please enter 3 integers طيب لاحظة شو بي اعمل هلا طبعا هلا في عدة طرق لادخال ال integers اوكي او لادخال الارقام هلا بالنسبة لل integers بالذات بقدر ادخلهم بطريقتين يا اما بenter يا اما بspaces هلا لان اصل موضوع كله غلط خلينا نستخدم ال integers بعدها منشوف انا اقول له اول مرة مثلا 56 enter شو فار اش صار اعطانيش بجال اكمل الباقي صح؟ صح شباب رجل ايوة راح اعطاني هنا ادخلت 56 اخد 56 خزنها في ال x وما اكمل ما طلب مني لا y ولا z شو اللي صار عنده راح لعنا الجملة اللي وراها طبع لي x x بالساوي 56 راح الجملة اللي وراها بيطبع y شو اعطاني هون ال error run time فك failure في عندك هون اعتبرها run time error شو قال لي the variable y is being used without being initialized يعني ال y انت مستخدمه من غير ما تعطيه قيمة فهو فعليا مش شايف ال CN هون اصلا ما شاف انه انت طالب من ال user y و لما اعمل هون abort abort يعني تجاهل هذا الخطأ روح اللي وراه الفروض كان يعطيني الخطأ التاني اللي هو على z بس ما بعرفوني ممكن كان لازم احط اشي تاني غير abort بس مهم الفكرة انه ضرب عليها ليه لانه اعتبر انه y لم انت ما اعطيتها initial value زينا ما ضرب عليها هالمرة اللي فاتت لما اعطناها ايش لما رحنا اعطوه لعملنا انتجر و x وعطوه cnx قال لك اعطاني نفس المشكلة انه انت ما اعطيتها خيمة ابتدائية فعشان اضبط انا هاي دصة استخدم اكبر اكبر الهم كلهم فلما اعمل run هلاء لاحظوا هاي خمسة ستة ثلاثة هي اخدهم ثلاثة وطبعا اياهم x بتساوي y بتساوي z بتساوي اوكي هلا بتقولوا لي طيب شو الطريقة التانية للقراءة هلا قلنا اول طريقة اللي انا بتتعامل معها دائما هي enter enter باخدها مباشرة الطريقة التانية بالنسبة للانتجر اوكي لانه الكاركتر هلا بنشوف هيقبلها ولا لا بالنسبة للانتجر بدي دخل ثلاثة انتجرز انا اجان الانتجرز مش معناها بس ديجت واحد وكي يكون اكتر من ديجت فبديقول له هنا خمسة هاي بدخلت هاد اول رقم تمام ما عملت enter عملت space بفصل بspace ايوا بفصل بspace بعدين قلت له هاي هاد كمان رقم هاي كمان space هاي كمان رقم هلا بقول له enter enter الاخيرة يعني خلصت انا ادخال تمام لما دخلت الانتجر الاخيرة لاحظ شو اللي صار قرأ الانتجر الاول لspace ايش ادعت تايتل space شباب ايش نوعها character it's a character ممتاز فهو بيظله يقرأ الانتجرز اللي انت كتبتهم بياخدهم as one integer يعني الارقام اللي انت كتبتهم بياخدهم كرقم واحد كعدد واحد وبيخزنه في الـ لحديث ما يلاقي اول space لما يلاقي اول space بقول خلاص الرقم انتهى اخده وخزن بالـ بعدين ايجا له طبيلة بدك تقرأ بحديث ما يلاقي كما الرقم هو عدد اثنين وثلاثة لقى space هو off اخد اثنين وثلاثة ثلاثة وعشرين فعليا بعدين لقى 89 مع enter خزن 89 تمام واضحة يعني انت ممكن هون انا اش بحكي لك على الانتجر بالذات هلا بيقول لك لي بس هانا شو بحكي لك انه انت فيك تحط تفصل بينهم بـ enter او بـ spaces للارقام طب خلينا نشوف لو انا بدل الانتجرز انا معرفاهم نفسهم as characters اوكي معرفاهم ك characters وطلت له بليز انتر هنا three characters تمام دعا نشوف طبعا الطريقة الاولى الانتر مفروضة تشتغلنا اوكي طبعا ال characters again معناها اي حرف هجائي اذا character اي رقم برضو سيعتبره character بس رقم واحد يعني احط خمسة لحالة مش خمس وخمسين خمس وخمسين خمس وخمسين هياخد الخمسة الاولى اذا character والخمسة التانية لحالة تمام يعني لو دخلتم زي هيك شوفوا تدخل مثلا خمسة ستة ثمانية خمسة ستة ثمانية وأعمل انتر شو شو عمل شو عطايا الناتج شو رقزه اخد الخمسة character لحال معنا اعتبرت انا اعتبرت اشي واحد صح هو فعليا قرأ ثلاثة characters اخد الخمسة as one character كأنه بين single quotations الستة character لحال والتمانية character لحال واضح ايش اللي صار هون تمام دكتور واضح تمام تمام هو اللي لانه ال-x وال-y وال-z معرفين as a character فمش هيقبل غير رمز واحد فقط بغض النظر شو هو الرمز هاد لاحظ ما اضطريت احط enter احطتهم مرة بعض اخدهم اوكي نجرب مرة تانية طب نحط مثلا دكتوران yes شو عش عندي شو عادة الشاشة عندك مش مبين انا فتحت انا على الشاشة على الكود الابيض مبين الشاشة البيضان دي طيب بيكون علقت عندك الكاميرا عادي اطلع من الـ team وارجع مرة تانية خاصة اطلع من الـ meeting يعني اطلع من الـ meeting وارجع تانية سورة بس بدي اقولك عشان انا اكون معك صريحة اكون معك صريح انا دخلت قبل خمس ازاي يعني صراحة ما اتبحت الحاضر بدات وبعد انتبحت العاب بالساعة انتبحت ان الحاضر بدنا من الزمان وانا ما دخلت طيب مين انت انا سامر عصان عشان يعني ما اكون حاضر بسيطة بسيطة يا سامر مو مشكلة اللي يرضى عنك شكرا لتلامك يعني بالعكس ما في اي مشكلة انا بهمني انك تحضر يعني هلا انت كمو كنت تطنش بتقول انا ما بدي اكمل المخاضر خلص مراحت علي بهمني انك تيجي وبهمني انه اي اشي بروح عليك الحمدلله كل شي مسجل فتقدر تحضر الفيديو المسجل تمام؟ بهمني احسن انت بكم تيجي اصلا تمام ما في مشكلة وليهمك اهلا وسهلا فيك دعنا نكمل لنفرض هون دخل ثلاث احرف اوكي بحطهم A,B,C ورا بعض اجن حيعمل زي ما عملت قبل شوية بالارقام تمام؟ هياخد كل حرف ويخزنه بالvariable الخاص فيه هاي انتر شوفوا X equals A Y equals B Z equals C طبعا هو ليش قاعد بعرض لي A,B,C هيك من غير Single Quotation Single Quotation انا بستخدمها هون يعني انا بستخدمها في اطبع مثلا عسبية المثال اقول له اطبع لي بالبرمجة انا بستخدمها مثلا اطبع لي هذا Z بهذا الشكل اوكي لو كتبتها Z من غير Single Quotation حيفكرها انها Variable حيشوفها هينها طبعا معرفة هون واذا مش معرفة هيقول لي ليش معرفتيها اوكي بس بلما هو يطبع لي اياها طباعة تمام؟ لما يطبع لي character طباعة ما في داعي خطلية بين Single Quotation خلص ال X تحتوي على A ال Y تحتوي على B sorry وال Z تحتوي على character او حرف S تمام؟ واضح شباب؟ طيب خلينا هاي بلها هاي عشان ما تطلع معي اه تفضل احد عندي سؤال؟ دكتورة احنا بنحطها مع Double Quotation مش Single Single مع Single Quotation شوفني انا المكتب تحلق ارجعها تاني حطيتها Single Quotation ال Character بين Single Quotation ال Double Quotation انت بستخدمها لل String لما يكون عندي اكتر من character تمام؟ حلا لو حطيتها هاي لما تكون حرف لحالها احطها بين Double Quotation بيقبلها باعتبرها A String Of One Character بس احنا خلاص نتعود دائما اوكي انه ال Character متعامل معه بهذا الشكل خاصة انه انت لو اجيت عملت هيك قلت له اكس بتساوي هيك مثلا الاكس انا معرفها Character صح؟ وجيت قلت له الاكس بتساوي Z شوف شو عمل؟ ضرب عليها هون شايفين؟ الاكس انا معرفها Character وروحت حطيت لها Z اوكي بس ايش؟ حطيتها بين Double Quotation شوفوا شو عطاني ال Error هذا اقرأوا A Value of Type Character Const Character يعني مش مشكلة Cannot be assigned to an entity of Type Character هون مقصود هون Const Character ومقصود فيها ال String وكان لازم اكتوب ال String بس هي الفكرة هون انه ال Value اللي انت كتبتها هاي اللي هي Z بين Double Quotation ما اعتبرها Character عشان اعتبرها Character لازم ايش عمل فيها يتكون بين Single Quotation شوفوا هيؤخذها من غير مشاكل واضحة شباب امتى انا عندي مشكلة في Double Quotation لو حطيتها هون Double Quotation بال Cout عادي بعتبر انه انا باطبع String يحتوي على Character واحد تمام؟ سوري بالنسبة للتليفون هلا بروكي اوكي لكن عشان اخزن هاي القيمة فيه ال Variable اللي نوع Character ما فيه مجال ان اعطيه Double Quotation لانه هون الكمبيوتر حيقول او ال Compiler ما هيعدي لعد لي كم Character موجود لا اللي حيصير حيقول انه والله هي انت بتحب String جوه Character ما بصدر حيقول في عندي Miss Match او في عندي غلط في ال Data Type هاي الشغلات بدنا ندير بالنا منها تمام؟ تمام شباب؟ قلت شغلة اخيرة بس بالنسبة له هي بتقوليكم عشان ما تغلطوا في ال Input هلا احنا اتفقنا اذا شفتو هلا ما احط الاحرف جنب بعض عطول اخدهم صح؟ هلا قلنا اجين لو بدي احط احرف مثلا هيك اي باستخدام ال Enter برضو اخدهم الثلاثة من غير مشاكل طيب لو فرقت بينهم بSpaces يعني جي قلتلو A space B space C شو بتتوقع يصير؟ ما توقع انه هيصير ارور ما هيخده هلا انا بقرأ character همش هيصير ارور هياخده ال Space اول ثلاثة بس اول ثلاثة character ممتاز بالضبط بالضبط ما هيصير ارور هو المفروض هيك يعمل هلا هيجي يقرأ ال A هيقول انا بدي اقرأ اول اشي character لا ال A اخد هذا character بعدين هيلاقي بدي يقرأ character ثاني لا ال Space Space is a character لما دخلت integer ال Space كانت توقفني لاني انا ما حقدر اقرأ Space واخدتها بانتجر تمام؟ ما كان ياخدها فكان ياخد الرقم اللي وراها هون المفروض انه ياخد A Space B والباقي ما هيشوفه شوف مردش علي ليش طيب كيف الفأسة بس شباب هش هيك صار؟ مردش 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 بس الفكرة انه مفروض ياخد character Space تمام؟ عادي اعتبروها غلطة وعادة تصير anyway اذا شاكدوا ال Space بقبلها مردش 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 في اشي كان اسمه بيوتيفاي بصور بياخد Space بيملكها انه هي بس فاصلة يعني اي اشي قبل 2009 سياخده انه هي character اه ما هو انا مشكلة مشكلة انه احنا جديد سننا ندرس 2012 على اساسيات واحد كنا اساسيات واحد نستخدم Visual Studio 6 طبعا هو كتير كتير يعني قديم وما فيش اي نوع من وسائل المساعدة فكنا من اساس انه الطلاب انه هم يكتبوا بايدهم فهي الاشياء كلها اللي بدقر عليها انا ضطلع غلط الحمد لله كانت في ال Virgin القديم بس في ال Virgin الجديد انا كان لازم اجربها قبل المحاضر خلص تماما يبقى اذا Space شو ما لها؟ بقبلها يعني خلاص بعتبرها انها فاصل ما بين characters طب افرض انا ادخل character عبارة عن Space شو بدي عمسعيدها؟ يعني بطلت منطقية صاف؟ او انا بدي ادخل character اذا Space anyway المهم وصلت الفكرة ولا ما وصلت تمام الامور شباب؟ تمام ان شاء الله تمام وصوري الى الغلطة هاي كان مفروض انا اجربها قبل المحاضرة بس اطرح انها تكون تمام اوكي هلأ نشوف اللي بعده هلأ هيك حكينا عن ال input شفنا كيف انا بدخل ال input ال output احنا already حكينا عنه بس عشان نعمله wrapping يعني احنا نشوف كيف بكتبه ال output بالالغورثم وكيف بكتبه بالC plus 2 تمام؟ فعندي هون الالغورثم فعندي هون بالC plus plus ال output زي ما اتفعنا برضه اي كلمة تشير لل output بقدر استخدمها في الالغورثم ايه 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 طيب شباب اللي فاتح المايك وناسي رجاء ان يسكره اوكي اوطوت ونا ايه 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 اه هاي بتعلمنا كيف اه كيف نكتب ال ال value الهات دكتورة خضاء سامر سامر اه خط طبع اوكي طيب تمام انا فكرته بسألني بس لا تشيكو بحكي ما حدا تاني طب anyway فعنا اذا ال output اوكي read ممكن احط بدالها sorry مش read print وممكن احط بدالها ايش كمان حكينا write هدولة الجملتين او الكلمتين برضو يشيروا الى ال output يعني انا بدي اطبع شغلة على الشاشة بدي اكتب شغلة على الشاشة تمام فاي واحدة من هدول المصطلحات بالalgورثم I can use it اكي واتفقنا انه ال output وممكن تعمل output لقيمة مثلا رقم ثلاثة هاي هون بالoutput ما فيها مشكلة بتضع لي بثلاثة على الشاشة بقدر اطبع اعمل قيمة لمسج hello مثلا او please enter زي تشوفناها قبل شوي please enter three digits تمام وبقدر اعمل output لا ايش كمان ذكرين العملية خدمة شو النوع التالت من ال output اللي بقدر اعمله شباب تغيرها variable yes variable yes variable اذا في نوع الرابع اوكي متغير yes بقدر اطبع قيمة متغير ايش النوع الرابع تغير char character هلا اقربت نيس بقدر اطبع زي هيك value يعني بقدر اقول له output مثلا سيم عملت قبل شوي see out z بهذا الشكل مثلا yes i can هذا value يعني بقدر اطبع value شو ما كان ال data type له integer character بقدر اطبع message اعطي ابعتها لليوزر بقدر اطبع قيمة مخزنة جوه variable وايش كمان بقدر اطبع نتيجة boolean البوليان بس برضو البوليان بدخل ضمن ايش values يعني بقدر اقول له اطبع صدر واحد يس بقدر اقول له output false بروح بتطبع لي مثلا zero تمام او output a والa بيكون نوعها boolean بس انا اصدي الشكل للطبعة اني بقدر اطبع نتيجة expression يعني بقدر اقول له output ثلاثة زائد اثنين شو هيطبع لي خمسة هيطبع لي الخمسة هيعمل evaluation بالاول للexpression زي ما اخدنا المرة اللي فاتت تمام بعمل evaluation للexpression بعدين بطبع لي النتيجة على الشاشة نفس الفكرة برضو الoutput حكينا انه ممكن تحط اكتر من output يعني مثلا بقدر اقول له هون زي ما عملنا قبل شوي output a equals عثلت انه زي ما تحكي تنسق الoutput عندك a equals فاصلة a لكن بال c++ ما عم تحط فاصلة تمام? فاذا لو هدول الجملة كلها بدي احولها ل c++ شو بعمل فيها قلولي يلا كيف بحولها احنا اشتغلنا c++ المرة اللي فاتت شو الامر? c out yes c out واتفقنا c out باخد اصغر اصغر فاول جملة لما بدي احولها بس بقول له c out 3 صح? الجملة الثانية c out hello sorry الجملة الثالثة c out a صح? صح الجملة الثالثة? لا ايش نسيته لا الجملة نفسها صح بس شو نسيتها ايها 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 شسام القوتيشن يا دكتور لا هاي variable هاي variable شباب انا بطبع قيمة variable ال a هنا is a variable فانا بدي اطبعه زي اي بدي اطبع لي جواته فكتابتي ك-c out صح بس في ايش نسيته حكيت لكم عنه قبل شوه بالcm اه اسمه انا مدت declaration declaration يس انا لما استخدم variable في c++ في البرنامج ما بصير استخدمه قبل ما اروح قبل اقول له مثلا انتجر a او boolean a او طبعا 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 هو لازم يكون في عندي cn فممكن هون عشان انا بعمل c out مباشرة تيجي تقول له a بتساوي مثلا ثلاثة فهيك هيروح يطبع للقيمة المخزنة فيه تمام بعطيه هون قيمة ابتدائية هون عطيته قيمة ابتدائية بيصير او بيصير اقول له cn a بعد نقوله ها طبعا ماشي بس الفكرة توصلكم اياها واكد عليها لما تحول من algorithm الى c++ اي variable يتم استخدامه لازم بالاول اعرفه اوكي طبعا على اي اساس بعرفه طبعا انا بالalgorithm مش موجود فهلا اذا مش مبين بالalgorithm بكون انا اخطى لكم comment انه والله يعتبر a is an integer لكن بالعادة لما اكون جابالك algorithm يحتوي على مثلا z بساوي ثلاثة طرب خمسة اوكي فشو حتروح تعرف لي z انت من غير ما انا احكي له ايش تتوقع انه ال data type المناسبة لل z انتجر 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 فعادة احنا مطلوب انك تحول من algorithm للc++ من كل ما اعطينا hints بالalgorithm تقدر انت تتميز شو ال data type المناسب لهذا ال variable تمام اضع عندي هون cout بدي اعرف بدي هون اللي هو ثلاثة زائد اثنين بقدر اكتبها مباشرة زي هيك بروح بجمعهم وبطبع للناتج برضو لنا بالcout بقدر ابعت اكتر من output بس بفصلهم باصغر اصغر وليس بفاصلة عادية زي هاي هاي بس بالalgorithm تمام شباب واضح لهون امورنا اوكي تمام دكتورة تمام خليني بس امرلكم بشكل سريع على السلايدات اتأكد انا حكيت كل شي هاي ال input حكينا عنها برضو اعطيت كل الامثال اللي فيها طيب نعم طبعا ال output كمان فيه شغل بالoutput اللي هي ال end line هاي عملناها بالعملي انا مشيت على ال output بسرعة لانه احنا احنا اردي طبقنا فاذا فيه اشي مش واضح احكولي تمام فال cout end line هاي عشان انت تنزل سطر جديد هذا حكينا المرة اللي فاتت بالعملي وقلنا كمان انه ايش فيه عندي غير ال end line او ايش بشبه ال end line انا ممكن اعمله امتن احنا احطها ب وقلنا بشكل لما تكون ضمن الرسم نعم يعني طائب والoutput هاي خلاص اوكي هلأ بصف عندي ال assignment statement ال assignment statement هي هنحكي هي يعني من اهم الجمل التي تستخم في c++ او في البرمجة بشكل عام لانه اي معادلة بدني بدك تكتبها بدك تستخم لها assignment statement اوكي هلأ الassignment اسمها assign لما اجي احكي انا مثلا I assign you a task مش انما اعطيكم واجب وحطيت لكم assignment يعني اعطيتكم واجب تحلو تمام اعطيت كل واحد فيكم واجب يحلو فالassignment هون مقصود فيها انه انا بدي اعطي variable معين قيمة بدي اخزن variable معين قيمة تمام فدائما عندي شباب دائما جملة الassignment تحتوي على طرفين حوالين اشارة الassignment طبعا الassignment هاي الاشارة بالseedocode او بالالغوريثم يعني اوكي الاشارة استهم هاي وشايفين كيف جاي اتجاهها ناحية الvariable لاني انا بدي اخزن جو الvariable تمام وعندي هولا بالc++ هي اليساوي العادية علشان هيك قلنا للمقارنة نستخدم ايش equal equal عشان اميز بينهم بين المقارنة وبين المساواة وبين الassignment اوكي هلا جملة الassignment بالعادة تحتوي على two sides في عندي left هاي بسموها left hand side left hand side هاي right hand side تمام دائما دائما left hand side بالassignment سواء بالc++ او بالseedocode لازم تكون variable فقط ما بتكون اي شي تاني غير variable ليه؟ لانه هذا الvariable الذي ستم تخزين النتيجة النهائية تمام اذا ما ذكرنا ما حكينا عن خواعد الاولويات قلنا الassignment اخر شي انا ممكن يكون عندي هون على يمين الassignment ممكن يكون عندي expression طويل زي كل اللي اعطيتكم بالواجب الاخير تمام رفعت لكم واجب عثيك باليوم ما برسنت رحبوله بده evaluation تمام تعمل evaluation لإكسبرشن خلق لنفرض واحد من هدول الاسبريشن انا حطيته على يمين الassignment هيعمل evaluation هي كل الoperators اللي جوا هتاخد اولوية هتطلع النتيجة النهائية للإكسبرشن اخر اولوية عندي انه هاي النتيجة نهائية تروح تتخزن بالvariable تمام واضحة فكرة الassignment مبدئيا دائما دائما على اليسار لازم يكون في variable يعني ما بيصير انت تقول لي هيك 3 زائد 2 بتساوي z هاي غلط غلط اوكي دائما z بتكون او الvariable بيكون على اليسار z بتساوي 3 زائد 2 هاي اوكي تمام otherwise ما بيصير اي شيء لازم دائما variable على اليمين ممكن يكون عندي expression كبير يعني في عدة operators ممكن يكون expression بسيط زي هيك x زائد 5 ممكن على اليمين تكون في عندي رقم بس يعني خزن لي عشرة جو x عادي تمام ممكن على اليمين يكون في variable يعني شوف لي قيمة y ايش القيمة المخزنة في y اعمل منها نسخة وخزنها في z هيك معناها شوف لي قيمة y وخزن لي ذي ها في z okey فهون اجمع لي x زائد 5 وخزن لي الناتج في y هيك معنا الassignment statement ثو علي صار الassignment only variable على يمين الassignment ممكن يكون رقم أو value يعني قيمة حسب طبعا ال data type del variable ممكن يكون expression بدي ممكن يكون على اليمين another variable بدي أخذ قيمة أو أعملها copy فعليا وأحطها بالvariable اللي على اليسار واضح الassignment statement شباب مش سامع آخر إشي آخر إشي آخر إشي حكيتو عن الvariable أوكي هلأ خلا نحكي هون مرتاني على الassignment statement لما أحكي كالتالي عندي أنا تتسعي بالc++ sorry بالc++ يجيت أنا عرفت integer مثلا x أوكي ويجيت قلتلك x تساوي 10 تمام هاي أول شغلة سعى integer x مجرد ما أعمل integer x هيجي على الرام ويحجز لي مكان أوكي وهذا المكان يسميه x صح شاك اتفقنا إحنا أحفار في مكان physical مكان مادي عن جد موجود في الرام قاعد بيستنى تيجي قيمة طبعا هو يعني by default بيكون default بيكون في ربج دار خلصت على تعريفه أجيت هون قلت له x بتساوي 10 يعني خزن لي قيمة x اعملها assign خزنها قيمة 10 في x فبيجي هنا بحط لي 10 هنا تمام هاي معنى assignment طب لما أجي أقول له x بتساوي 3 زائد 5 اوكي ايش حيصير عندي هون طبعا بعد هاي نفذ هالجملة وانتها خزن فيها 10 هيجي على الجملة اللي وراها هيقول لي x نفسها بتساوي 3 زائد 5 هيجمعهم 100 تن تن هيعطيني 8 يعني هيخلص شايفين على يمين assignment في عندي expression هيعمله exaggeration طلع لقيمته بتطلع 8 مثلا تمام القيمة هاي الاخر هيعمله انه يعمل assignment هيجي يشطب العشرة هيشيلها location الواحد ما بيحتوي على 2 values هيشطب الvalue اللي كانت موجودة تفطلي بدالها 8 واضحة تمام تمام طب لنفرض انه عندي انا integer y واجيت هون قلت له integer y هيكون ايش حاجز لمكان تاني وقال لي هذا y بعد ما نفذت هاي الجملة وصارت x 8 كنت كاتب له انا y بتساوي x هاي شو معنى يعني روح شوف لي ايش قيمة x ايش انه خزن بx وانسخ لي اياه حط لي اياه في y القيمة تم تخزينها في x كانت 8 هين قلها نخط ها بy طبعا ما حتروح الx حتضلها x حتضلها ايش دائما عندي بالassignment statement ايش هو الفاريبال الذي يتم التعديل عليه الحقيقة اليمين والعليصار اللي ما كان constant اللي هو ايه اللي ما كان constant معتش ما كان ايش اللي مش كان constant دكتورة راح في الجملة الاخيرة تحكوها انا مش واصلاني constant constant c-o-n-s constant اه اه اوكي يس مضبوط لان بس انا قصدي اذا كان constant اكيد انا اذا هون معرفة constant مثلا z equals 10 مثلا لو جيت حكيت له z بتساوي اي قيمة تانية هيحيعطيني عليها شفناها هذه كم مرة i think syntax error عطاني عليها اكيد غلط بس انا قصدي هون لما اقول له y equal x مين الvariable اللي حيتعدد اللي حيتغير قيمته ال-y ال-y يس دائما ال-variable اللي انا حطاه عليها سار الassignment هو اللي بتم التعديل عليه الدورة تمام 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 هلا فيه شغلة كتير مهمة لازم ناخدها معين الاعتبار بما انه انا في عندي قيمة على اليمين سواء كانت قيمة value سواء كانت expression سواء كانت variable بدي بدي هالقيمة في النهاية اخدها واخذنها في الشمال يبقى لازم اراعي شغلة كتير مهمة ايش هي الديتا تايمة تايمة الديتا تايمة لالا وال 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 ايش تتوقع عادي دي لما يكون عندي assignment هاي شايفين هاي في assignment statement a equals x plus y ضرب 2 هدولا ال a وال x وال y are variables حسب expression او حسب ال assignment اللي انت شايفها ايش تتوقع قيمة a و x y ايش تتوقع تكون عدد عدد ايوه عدد ممكن يكون ممكن يكون float ممكن يكون integer تمام وفي شغلة مهمة ما بعرف اذا حكيت لكم يا بالهي انه انا اذا عندي اشوف ايش في بعد هاي تمام مس مشكلة هدا نرجع لهم رجاي خلينا احكي عن هاي الشغلين لانه ما بعرف اذا انا احكيت ها بالهي اذا انا عندي عسابين مثال integer x وعندي float y واجهت قلتله cn x و cn y نفس الشيء طبعا بالassignment اوكي هلأ لو انا على الانتجر روح اتدخل الثلاثة كيف هتفوت الثلاثة هياخدها ولا ما هياخدها 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 يس سألح الانتجر صح لو دخلت له الثلاثة الثلاثة هياخدها هذا الانتجر تمام طب بالاكس لو دخلت له ثلاثة ونص شو هياخد ثلاثة هياخد هياخد الانتجر هياخد بس الثلاثة خلص هذي ما هيشوفها هياخد بس الثلاثة وهيتغاض عن الكثور ليه لأنه الانتجر نفس الشيء لو قلت له x equals 3.5 والأكس انا معرفاها انتجر ما هيضرب عليها بس هيخزن للتلاثة تمام ما هيخزن النص اوكي هاي مهمة عشان ندير بالنا اوكي احنا مرات كتير نحكي خلص احنا بنحط هنا قيمة رقمية numeric اوكي هي numeric بس انا هذا هاي المعادلة اذا حطيت هدول التنتين سوري اذا حطيت هدول التنتين float اذا كانت الx والy انا معرفاهم float هدول وهي بس اللي حيصير انه هيعمل عملية هيكلها وممكن يطلع عندي كسر مثلا زي هيك بس لما ييجي يخزن ها بالA ما هتتخزن كامل هتتخزن بس القيمة الصحيحة اللي فيها تمام لشان هيك ندير بالمعادلات اذا بدي القيمة تخزن انتجر خلص عادي خلي الvario او الvarible اللي على اليسار لازم يكون float تمام شباب ماتحب لك لو كتبت الانتجر 3.5 ما بياخدها لا سوري لو كتبت له مثلا 3.0 اه حط له رن ما بياخدها 3.5 للX لا ما بياخدها للX هي انتجر لا لكن لو بالY يجيت قلت له 3.5 هيخزنها كاملة فان بالY عادي ما في مشكلة لو قلت له بالY دخلت له 3 هيخزن لك هيها 3.0 هيخزن لك هيها float هيحط لك الفاصل العشرية لما تطبع الY يجيت عمل C out الY هيطبع لك هيها 3.0 ما هيطبعها 3 لحالة اوكي اه طب كتبت لو كتبت 3 equal X مش X equal 3 عادي 3 equal X لا مش عادي هلا انا شو قلت لكم قبل شوي قلت لكم بالAssignment Statement دائما Left hand side لازم يكون variable ما بيقبل غير variable 3 على يسار على يسار على يسار المساواة عندي variable دائما ما بياخد غير variable على يمين المساواة حط البدكية فقط قيمة فقط expression فقط variable تاني ما في مشكلة الى على يمين المساواة سنعمله evaluation وبتخزن التعديل دائما بتم على اليسار اللي هو variable على اليسار فهنا الثلاثة is not a variable فكيف بدي أعدل عليها هاي الطريقة غلط واضح تمام هيك شباب تمام دكتور تمام الله يعافيكم طيب احنا نسى الاسايمنت بتها شوي تحكي انا ها اجلو المرة الجاي لانه ضايل خمس دقايق نحكي ومركز عليها اكتر ان شاء الله فخليني ااخد خضور بس قبل ما تستحلوا واليوم اطلعكم بدري خمس دقايق طبعا اللي عنده سؤال بس تنى اكيد يعني اللي عنده سؤال يسأل بس اتأكد ان الحضور نزل دكتور يعني الاسايمنت ما لازم نسا نعملها افلاو الاسايمنت الجديد لأي واحدة من عمتتكم تو اسايمنت للتاني انا هلأ عملت لها هان نعم التانية لسه انا احطيت لكم الاسبوع الجاي يعني الاربع الجاي ما يكن موعد اسبوع والاسايمنت الاولى اللي هي البرمجة الاسايمنت تبعها يوم التنين يعني عندكم تسليم يوم التنين وتسليم يوم الاربع ان شاء الله تماما انا سلمت التاني اجل سحبها ولا شو لا عادي وين سلمتها التاني هلأ بعثت لك ياها قبل المحاضرة بشوي على الاسايمنت الجديد لأنا رفعتها اه طب ليش ليش مدام سلمتها خلص خليها احلى وسهلة ما في مشكلة لا تمام انا بحقها انا بأي وقت بعتها اه شباب بفضل ينفيس المحاضرة خلص اللي بحب يتسهل يتسهل ايه سامت الاسايمنت التاني متى اخر يوم بسليمه الاربع الاربع القادم الاسايمنت الاولى اللي هي كانت برمجة موعد تسليمها التنين ان شاء الله تمام اه الاسايمنت التاني اللي هي بدق على وراء يعني انا عندي حطيتكم 6 جمال 6 expressions قلتلك عمل evaluation اكتب كل واحدة على الوراء اكتب ال expression كامل تمام واعمل الشجرة اللي تعلمناها المرة اللي فاتت عشان تعمل الاولويات وعطينا النتيجة الاخيرة فالصورة اللي بتجسمها بس اكتب لي طبعا رقم السؤال واحد اثنين الى اخره الوراء اللي انت حليته صور لي وارفع لي ماشي ماشي عادي حولو pdf وارفع ولا بس حولك اللي بدك هي pdf صور اصوكي مانا بدي انا بدي وراء انا بدي اشوف صورة بالآخر تمام ايه معتص ايه معتص ايه معتص ايه معتص الله يعافيك الله يعافيك طيب شباب ماذا اذا ما في اسئلة you can go يعطيكم العافية ايه ايه علي طب دكتور انا سجلت متاخر شوي ومامتح انت اولى كوز انت عملتي اوكي بحتاج مني اشي ايه لا ان شاء الله بتعوض ما تخاف لانه انا مش هعطيكم بس كوز واحد ايه يعني في هتاخدوا على الاقل ثلاث اربع كوزات يعني واخد اعلى عالمتين تمام ان شاء الله طيب شباب بيبقى منشوفكم ان شاء الله يوم التنين يعطيكم العافية تمام دكتور يعطيك العافية الله يعافيك الله يعافيكم